استعدادات العيد الأضحى المبارك كل سنة تقوم الوزارة باحد البرنامج الاستعدادات التي فيها عدة جوانب أولا فيما يخص العرض والإحصائيات العرض كما قال في البلاغ الصحفي السيد الوزير 8 مليون أضحي ثانيا فيما يخص الإجراءات التي تم الإحصاء المثمنين الوحدات التي تدخل في تسمين وهي 242 ألف التي تحسات من طرف المصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية وغير بغير نوضح بأن هذه 242 ألف ما هي الواحدة كيين الكسابة في اللاحة التي لا تدخلوا تسمين ولكن يبيعوا ويبيعوا حتى في الأسواق لاستهلاك لاستهلاك المحلية لاستهلاك للناس فالعرض 8 مليون وصلنا اليوم الترقيم 6.6 مليون لأن المكتب الوطني السلامة الصحية يرقم كل رأس ويحمل واحد الرقم اللي فيه واحد يعني اللي كيسمحنا باش الرجعو الأصل حالة إلا كانت هناك مشاكل يعني واحد لا ترسى بيليتي من ضيعة لإنجاد حتى المستهلك هذه لدينا فيها تجربة هذه السنوات الماضية وقع فيها يعني عدة خرقات اللي كانت واللي كان ضبطها يعني بسهولة وعندنا كما قلت هذا تجربة الجوج ديال الأسئلة فيما يخص يعني صحة الحيوانات قبل من هدر الصحة ديال الحيوانات والذي الأضاحي ديال العيد لمجهة العيد الطلب الطلب اليوم كان عرفوه بأن لحسب على أساس يعني ديال الإحصائيات اللي عندنا هو 5.6 يعني مليون ديال ديال الأضاحي اللي غيرتكون إن شاء الله هاد هاد السنة فيما يخص الصحة ديال الحيوانات فأولا المكتب تيقوم بواحد البرنامج دياله ديال تتبع ديال الصحة القطيع على الصعيد الوطني ماشي غير ديال الأغنام و ديال المعيز ما يدي 32 مليون رأس اللي عندنا في كل أصناف يعني مجموعة فيما يخص الأغنام والمعيز و في الفترة ديال العيد واللي كتبدا تقريبا من اللول ديال يناير ديال هاد السنة كي ينتبو خاص لهاد الضيعة ديال اللي كي يدروا تسمين فيما يخص الأعلاف اللي مستعملة فيما يخص الأدوية المستعملة كذلك وكان واحد جانب جد مهم اللي هو تتبع ديال النقل ديال ذك يعني المخلفات ولا الفضيلات ديال الدجاج اللي هم الفيونت اللي كان مسبق هذه واحد لخمس سنوات دارت واحد المشكل يعني على الصعيد الوطني اللي كتسبب في الخضرار ديال اللحوم وهذه هي من بعد الدراسات اللي عملنا عرفنا بنا هذك هو يعني السبب ديال هذا وكان تتبع ديال الاحصاء ديال وما يمكنها تنقل شهر قبل العيد غير بالرخصة اللي اللي الخارجات ديال المراقبة ديال المكتب تقريبا 1600 حتى 1700 خارجات وغذي تكون يعني مكتفة في هذ الأيام المقبلة اللي كتراقب فيها هذ مع الجوانيب كلها هذ المؤشرات كلها لحد الآن لقنا يعني عدة يعني مخالفات ف إجراءات كينة يعني كين واحد العمل بين المكتب وبين الليجان المحلية اللي فيها السلطات المحلية وكين الإجراءات ديال كل مخالفة مثلا فيما يخص عدم المطابقة ديال الأعلاف لأنها بعض المرات كين ليتيكت ولكن ذك شي اللي داخل ماشي هو اللي هذا فهذه كين عندها وحد المصطرة ديالها وكما يرجع لشكون اللي منينجا ذك شي وشكون هو اللي باع هذا يعني الأعلاف إتترا كين هذه الأدوية البيطرية اللي كتسوق في الأسواق يعني اللي غير منظمة ولا لنفورميل ولا البائعين المعجوالين وحتى هذك وحتى مشكل كبير وكين مراقبة على الصعيد للسنة ولكن تشدد المراقبة في هذا الوقت ديال العيد لأنه بعض الاستعمالات اللي هي غير مرخصة حتى هذه القيناة تقريبا واحد المئتين وخمسين حالة وهي اللي قدام يعني القضاء وكين كذلك بعض الأدوية وخا هي مرخصة وكتستعمل بكثرة في هذا وقت ديال العيد لأجل يعني التسمين ديال الحيوان التهدي فيها الأخذ ديال العينات وكتكون تحاليل في المختبرات وهذه يحتفي القيناة بعض الخروقات هادشي كله مضبوط ومعروف وفي كل والمكتب غادي يخرج واحد البالاغ باش يعطي الإحصائيات في هاد هاد الموضوح هادا بالضبط